اشتركوا في القناة سواء الرسمي أو التابع له ترويج للإرهاب وأن الإرهاب قد عاد من جديد هذا التحرك وهذه التصريحات وهذا كيف تفسرها أنت هل صحيح أننا ذهبين إلى أيام سنشوفه أيام بن طلحة وأيام الرئيس أم تحضير الرأي العام ورأي الشعب لأشياء أخرى من النظام شوفهما السؤال في شقين في شقة أن بعض الناس يتهموا الحراك بأنهم إذا أصروا الحراك يريدون خراب الجزائر إلى آخرين وفي سؤال عودة لغة ونغمة لأنهم يربطوا الإرهاب بالعودة الحراك صحيح لا بالعكس الجميع يعرف سلمية الحراك كم كانت سلمية الجميع يعرف وتفاجئوا بأن الجزائريين اللي كانوا كثير من الناس ربما ينفجر فيه بعد زوج كلمات أو ثلاث كلمات تلقاهم أنهم يكونوا مرات بمئات الألاف والاكتذى دواهم مع الناس كلها متسامحة مع بعضها وكلها متعاونة مع بعضها وشافوا الناس كيف أن بعد نهاية النهاية المظاهرات في الغالب ما يلقوا الأماكن النظيفة وشافوا الناس الشعارات وشافوا الناس من أن المسؤولين مسؤولي العصابة سواء كانوا مدنيين مثل رئيس بلدية العاصمة الوسطى رئيس البلدية الجزائر الوسطى أو المخابرات كي باش كانوا يحطوا الحجر للناس في طريقهم باش الناس يرفدوها ويضربوا بها الشرطة وشافوا الناس كيفاش أن الشرطة مرة تعاملت بعنف وعنف شديد وأدى في حالة معينة إلى موت بعض الحركيين عندنا 4 أو 5 من الحركيين ماتوا نتيجة للعنف لمارسة الشرطة بشكل أو بآخر مع ذلك الحراكة كان دائما ردوا سلبي وهنا لي أضعفهم نعرف أنهم خرجوا بلطاجية في عدة مدن في عنابة في قسنطينا في وهران في مستغانم في سكيكدا في عدة مدن خرجوا البلطاجية والشعب دائما تعامل بينوضش كبير وما كانش يرد على العنف لا اللفظي ولا الجسدي ولا فثبت أمام العالم الآن ما فيش ما يقدروش ثبت أمام العالم أن الشعب الجزائري الحراك الجزائري هو حراك سلمي بحق ولا يستطيع النظام ولا أتباعه ولا أذنابه ولا ذبابه مهما قالوا ومهما فعلوا أن يدخلوا العنف أو أن يقنعوا الناس آخرين بالعنف أو أن يقنعوا العالم بأن هذا الحراك عنيف الحراك كان سلميا وسيعود سلميا بإذن الله وهو بإذن الله اللي راح يجيب النصر للشعب الجزائري ما يقدروش خلاص مع الصورة تجسمت وتجسدت وتمثلت وتوضحت وتبينت بشكل لا يمكن للنظام مهما كانت البروفاقاندا أن تعاود تقول بأن الشعب الجزائري عنيف أو أن الحراك عنيف أي علف المعروف المصدر ومعروف الجهة وهي نظام الحكم إما مباشرة أو عن طريق أتباعه وإنبه ترجمة نانسي قنقر